اشتركوا في القناة أريد أن نعرف الناس يا بشماندس شريف عن طبيعة شغلكم والله نحن نأخذ شغل لتصميمات ديزاينات تصميمات داخلية وخارجية نأخذ المبنى نحاول نحل المشاكل اللي فيه عشان نطلع مبنى معماري بفكر جديد وشكل مختلف ونحاول نضيف متريلات جديدة أوفروا أحسن للناس في الاستخدام هناك أيضا لا تعرف شركة فكرة أنت تستعين بمهندس ديكور في مصر يعني هو موجود من زمان طبعا لكن نحاول لأننا لسه مجموعة شبابين يعني ننتشر في كل مكان في مصر إن شاء الله تماما فبدأت الناس تعرف الموضوع كان كل واحد يحاول يبتدي الموضوع هو ويبتدي هو يشطب لنفسه الوقت بدأت الناس تتجاه لزاي مزاينات تانية واشكال تانية طبعاً احنا بنحاول نفتح للناس فكر جديد يعني بنفراجه ممكن العميل يبقى في دماغه حاجة تمام احنا لما بيقعد معنا ممكن دماغه وتفتح في حاجة تانية خالص ممكن يفكر في حاجة تانية فا اكيد بيشوف الأحسن والأطور بالزبط اه يعني هو بيحاول يوصل يعني احنا عندنا الموضوع ببقى ناحية تاين ناحية عملية عشان بنديله الحاجة اللي هو محتاجها ونحية جمالية اللي هي ناحية الدكورية يعني الناس بتدهر عليها تمام مكانكم فين بقى بدأتوا منين يعني اكيد في كذا مكان بس اكيد بدأتوا مكان معين احنا طبعاً منتشرين الحمد لله في دلوقتي في مصر كلها وفي حاجات بتجيرنا برا مصر كمان كدزاين يعني بيبقى صعب التنفيذ هناك شوية بس احنا في الاساس في مدينة المحلة الكبرى يعني في الغربية تمام بدأت لوحدك بقى ولا معاك شركة والله انا كنت الاول كنت الوحدي وبعدين في مجموعة شباب كده كانوا برضو شغالين مع نفسهم والحمد لله تجمعنا البشمونس محمود شتا والبشمونس حازم عبدالوهاب والبشمونس الشريفة وشامية كلنا من المحلة برضو من مدينة المحلة بس بدأنا نفتح بقى ان شاء الله في القاهرة بدأت شغل في اماكن متعددة اشتغلنا في القاهرة اه طبعاً اشتغلنا في التجمع عملنا حاجات في اكتوبر عملنا حاجات في المنصورة عملنا حاجات يعني في اسكندرية ديزاينات بقى عملنا حاجات في لبنان عملنا حاجات ببرا مصر في الكنو عملنا حاجات كتير طب لو انا عميله جاي لحضرتك عندي شقة مثلا او عند مكتب او يعني كان اللي انا عايز اعمله فعلاك بتوجهني ازاي؟ والله هو الاول العميل بيجي لنا ممكن بيبقى جاي تايه شوية مش عارف هو مثلا عايز ايه؟ احنا بنقعد معاه اول حاجة بنرفع مأسات المكان اللي هو عايز يعمل فيه يشطابه يعني ممكن اصلا هو عايز يشطب على وضعه ده احنا بنرفع مأسات بنبتدي نعرف احتياجات وإيه في المكان بنبتدي نعرف مش enmClass كم غرفة نوم مثلا محتاج Living قد ايه؟ محتاج هو الاسرة كم فرد مسلا السفرة قد ايه؟ يعني بنبتدي ندرس احتياجات وكلها بنبتدي نعرف كل حاجة بيحتاجها على مكان ايه وبنبتدي نقسم مكان احنا ونستغل كل الفراغات اللي في المكان افضل استغلال طبعا لانه هو ميزة الديزاين أنه هو بيعرفني أنا قبل ما أعمل أي حاجة في المكان المكان ده يتفرش ده موضوع تاني ووضوع البودجت إن أنا دلوقتي ما بعمله الديزاين بتاعه بقسم له الفراغات الأول بفرشها له على الأوتوكاد بعد كده بنعمله ديزاينات بعد كده بنعمله مؤيسة للمكان ويعرف هو هيصرف قدية على المكان ده من A to Z عشان ما يعرفش عشان لو هو عمل حسابه على بودجت معينة ما تعديش بعد كده هو مثلا بيجي يقول لي البودجت دي قول لي لا لا أنا عايز أرفع شوية في البند ده عايز أعمل أقل شوية في البند ده على حسب إمكانياته طبعا ما ينفعش أقول لحد لا هو بيجيني على قد البودجت بتاعته أنا باشتغله تمام بس طبعا في حاجات ما ينفعشي أطوع فيها إن أنا أقل فيها في التكلفة لأن مش كل الحاجات بتبقى شكل بس يعني فيه ماتيريالز بتبقى لأ لها ناحية عملية في المكان دي طبعا قصة كبيرة يعني وقت الحلقة طبعا مش هي لا أنا معاك أنا أنا بسمعك بس أو فهنا بندل للناس فكرة عامة برضو عن الموضوع تمام علشان الموضوع بيبقى بالنسبة لنا هو مجال وليد راسه أكيد بقى بتقدموا عروض ومزايا للعميل أوه طبعا طبعا دي أهم حاجة في الموضوع أنا كعميلا أه ده بيقدم كزا ده شغل أوه صوصا كان لسه بقى بدايت السنة وبتاع في عامليني العروض ده في الشركة عندنا عشان الديزاينوات طبعا اللي بينفذ معايا غير اللي بينفذ برا فلما العميل بيجيني مثلا عمله ديزاين وانفذهله غير لما عميل يقول لي لا أنا عايز ديزاين بس مثلا هو هينفذ أو حد تانية هينفذله أو من قبل هينفذله طبعا إحنا بننصحه يعني برضو بنبقى عندنا كل الطرق وبعدين هو بيخار ويقرر يعني ساعة ما بيقول لي مثلا لا أهدرك هتعملي الديزاين وهتنفذ مثلا بيقل الموضوع طبعا لأن أنا معايا بندين لو هعمل ديزاين بس بيبقى قصة تانية لو هعمل تنفيذ بس قصة تالتة كده يعني على حسب احتياجات العميل والد قدمت أنت عروض أكيد في أول السنة يعني الناس كتير قدمت عروض في السنة بسمانش بالديزاينوات ولا لا أوه قلبتش عندنا عروض كويسة في أول السنة لأن احنا برضو بننفذ المكان بفرشه بكل حاجة بشغل يعني العميل بيستلم إننا المكان على المفتاح مفروش ما بيشغلش بالو بأي حاجة فطبعا عملنا عروض كويسة في أول السنة لأن الديزاين ممكن بتوصل لأننا ممكن نعمله الديزاين مجانا كمان كمان أوه علشان لو هننفذ وفا يعني والحمد لله ناس اشتغلت معنا واستفادوا بالعرض ده بالعرض دي كلها في أول السنة ولسه الحمد لله شغالين كده أجد بقى في السنة يعني الموضوع عندنا انتشار في البداية أكتر من أنه يعني بندهر على الربح المادي بس الحمد لله بدأنا أنا ماشي في طريق أنا عايزة أثبت نفسي فيه الحمد لله بدأنا مخاطرة والحديد الوقت يمكنني والحمد لله بنتطور يعني زي محرك قلت في أول الحلقة كده الشباب في مصر بيحاولوا يطوروا وإننا ماشيين صح فالحمد لله احنا ماشيين في الاتجاه ده فربنا يكرم يعني أي حد بيطعب ربنا بيديله أكيد طبعا بمناسبة التعب بقى وكسة دي إيه الصعوبات اللي وجهتك في لا كتير كتير ويعني ومجالنا علشان بنقوله هو مجال يعني غريب عن الشرع الموصري شوية فقابلتنا يعني صعوبات مشاكل في الأول إن الناس مش عارفة يعني إيه مهندس ديكور أو مطلوب منه إيه فالثقافة نفسها ما كانتش موجودة زي دلوقتي طبعا دلوقتي الشباب طبعا فهم زمان مثلا يعني أنا لما بيجيني كلاينت مثلا سنه صغير غير كلاينت مثلا فكره قديم شوية حتى كلاينت اللي فكره قديم أو بيبدأ دلوقتي برضو لا بيجاري الموضوع لأنه لو مشي على بيقابلني ده أكتر على منها جمعية بيقابلني أكتر في الأماكن الإدارية مثلا أو الكافيهات المطاعم الكلام الحاجات اللي في الشارع بيقابلني ده أكتر غير المناظر السكنية السكنية خلاص فيه ستايل كلاسيك مثلا ده شغال بقاله كتير قوي وهيفضل مكمل برضو فيه حاجات نيو كلاسيك فيه حاجات مودرن والترا مودرن في الناس بقى الشباب طبعا ليها ستايلها يعني كل بنتعامل حتى مع كل فراغ على حسب الشخص اللي هيستخدم الفراغ ده أو اللي هيقعد فيه أو اللي هيسكن حتى يعني جزء الليفنج غير جزء الرسيبشن غير مثلا قدت نوم شاب غير قدت نوم طفل غير قدت نوم ماستر مثلا على حسب برضو يعني كل حاجات بنتعامل معها بنيديها حقها في الديزاين أنا موصول جدا من فكرة دي على فكرة أكتر فكرة أنا موصول بيها أنا أكتر والله تعالوا نطلع بقى نفصل ونرجع تاني تعالوا نطلع فصل ونرجع تاني استنونا تربيدوا لصناعة البتاجزات والسخنات والمروح والديفريزر تربيدوا صناعة مصرية مية في المية وبإيد مصرية تربيدوا بتوفر لك بتجاز أربعة شعلة وبتجاز خمسة شعلة وبتجاز مسطح وسخان كهربائي انفلتر الموفر للكهرباء بساعة تلاتين وخمسين لتر وكمان ديفريزر تربيدوا الأفقي بتوفر بمآسات مختلفة تربيدوا ثقة وأمان ولسه معانا منورنا في الاستوديو الباشمهندس شريف محمد كوهية حابين بقى باشمهندس نرد صور للشغل بتاع حضرتك وتقول لنا كل حاجة ايه المتيريال بتاعك الموجود شرح لنا ايه المتيريال بتاعتك طمعا والله هو موضوع معقد شوية بس احنا ممكن نختصر يعني او نفاهم الناس برضو بطريقة سريعة كده نبدأ بأول صورة طمعا ايه دي دي قضة نوم ماستر برد طبعا ده دريسنج ده دريسنج ده السرير نحط زاوية رؤية طبعا للتلفزيون ايه اللي بيتم في الصورة؟ يعني الصورة دي طلعت بالشكل الدزاين ده ازاي؟ احنا بنرفع مأسات الفرار طبعا وبعدين بندخله على برنامج الـ AutoCAD وبعدين بنقسم بقى ينفع نحط الدولاب تهين؟ ينفع نحط السرير فين؟ زاوية الرؤية للتلفزيون هتبقى فين؟ ممرات الحركة هتبقى ازاي؟ انا اللي بيستخدم المكان برضو لازم يبقى مرتاح هو بيستخدمه ده طبعا مطبخ بنعرف برضو مثلث الخدمة بيبقى ازاي اللي هو البتجاز، الحوض، التلاجة بنحط الأجهزة برضو جوه التقفيلة بحيث انها تبقى امان اولا وسهلة الاستخدام سانيا وبرضو في نفس الوقت ان احنا في حاجات دي طبعا في الماتيريا لازم مش بس شكل بتبقى حاجات مثلا علشان الضهون ودرجة الحرارة هي مناسبة المكسف ده اللي فوق البتجاز عشان يمنع الكلام ده انه يورف المكان هتبقى ازاي؟ تمام يعني ايه شكل مختلف انتو ماشيين عليه؟ اه طبعا على حسب برضو العميل هو انا بديله يعني هو بيبعث لي صور ريفرنس وانا بشتغل منها انا بيعرف دماغه رايحة فين من الريفرنس اللي هو بيبعثه لي ده طبعا المطبخ فاتح مطبخ امريكان طبعا فاتح على الليفنج الليفنج اللي قصاده على اليمين ده دي طرقة ممر يعني فهنا حتى ما يعني في المطبخ ده لو حضرتك ركزت في الارضيات هتلاقي الارضيات كلها HDF مثلا في المكان بس بيجي عند المطبخ انا لو استخدمت الارضيات في الفراغ بتاع المطبخ مش هيبقى عملي طبعا لو طبعا بيت ازي من المياه والحرارة والكلام ده فانا بابتدي احل الموضوع ده ان انا احط مثلا ماتيريال سيراميك نفس شكل الارضيات طبعا كل ده بيتعمل حسابه من قبل المبدأ لازم ادور على النوعين اتش دي اف مع سيراميك يبقى شبه بعض ده طبعا حمام في نفس الشقة طبعا ده ده طيلة اللي هو المعلق الوقت البوكس بتاعه بيبقى دفن جوال حيطة حضراتك مش شايف بوكس اصلا للطايلت بيبقى زرار بس كده ده فيه ناس بتحب ده وفيه ناس ما بتبقاش ده طبعا شغل كله مش بس كشكل بيبقى حلو ده طبعا شغل بيبقى في حاجات فيها تعقيم وفيه كلام ده يعني طبعا المراية برضو لازم يبقى فيه مساحة قدام الحوض ان انا بقى واقف مرتاح وانا داخل الحمام برضو لازم يبقى مكان الطايلت مكان سهل وسريع الوصول لي يعني كل دي حاجات برضو القضاءات برضو بتفرق جدا في الاماكن دي السيراميك المستخدم برضو بيبقى الحاجات اللي هي المط اللي بتبقى الحجرية شوية اللي هي زي الاماكن الطبيعية زي الشلالات في الجبال والكلام ده طبعا كلها محاجات للطبيعة أصلا كل شغلنا يعني بيجاي من الطبيعة طبعا كله خامات طبيعية الخامات طبعا عندنا اللي هي الرخام الخشب حتى السيراميك اللي بدأوا يعملوه دلوقتي بدأوا يقلدوا الأحجار والرخام كلها برضو دي طبعا قوضة أطفال علشان المساحة دايقة شوية مطلوب ان هي بقى فيها سريرين ومكتب وتلفزيون يعني قصة كده ودولاب فلازم عشان أحل لازم أحل الموضوع ده بإن أنا أستغل الفراغ أفضل استغلال طبعا ما أستغل كل ركن فيه علشان حتى يعني كاستخدام وبرضو لازم يبقى سيفتي برضو لأن الحاجات دي بتبقى في منها يعني بشوف برضو عمر الطفل اللي هيقعد في المكان ده قد إيه هيستخدم الحاجات دي إزاي هيتطلع السرير في الليفل التاني ده إزاي يعني حاجات القطع الفرنيتشرز المحطوطة برضو محطوطة إزاي مرصوصة إزاي في الفراغ بحيث إنها ما تبقاش برضو بتعوك حركته في المكان بحيث إنه يبقى طايل كل حاجة هو سنه قد إيه هيجيب حاجته إزاي هيستخدمها إزاي كل ده بندرسه طبعا قبل ما بنعمل الديزاي أنا مش شايف الصورة بهت شوية معلش تقريبا حاجة برضو في الريسيبشن أنا مش شايف قوي معلش هي نفس الشاقة برضو بس إيه ده صالهم بقى نيو كلاسيك في ناس بقى اللي هو الفكر بقى اللي بين الكلاسيك والمودر مش حاجة كلاسيك بقى ستيل تقيلة قوي ومش حاجة مودرن اللي هي حاجة لايت قوي وحاجة خفيفة لأ إحنا بندمج الاتنين ده ستايل معروف طبعا كل الديزيانيرز اللي شغالين وده أكتر ستايل تشغال تقريبا هو النيو كلاسيك ده لأنه بينفع مع ناس كتير جدا ومع فئات كتير ومع أعمار كتير وبرضو بيسمحلنا احنا كديزيانيرز أو كمنفزين إن احنا نستخدم فيه حاجات كتيرة جدا ماتيريالز كتيرة وألوان برضو بيسمحلنا إن احنا ندخل ألوان كتيرة مع بعضها غير طبعا المودرن بيحكمني ببلتة ألوان معينة غير الكلاسيك برضو ببلتة ألوان معينة تمام فده يعني ستايل مريح شوية في شغله ده غرفة نوم ماستر برضو دي العظمة بقى بس دي يعني علشان هي مساحة طبعا مساعدانة بص يعني خلينا ماشيين بقى بواحدة واحدة التكاليف بتاعة كل ماتيريال بتقريبت يعني مثلا بنتكلم على التكاليف ده اللي هي ورا السرير دي اللي هي السرير ده تمام دي طبعا أنا ممكن أنفزها بكذا ماتيريال يعني مثلا لو العميل فتح لي البودجت بقول له مثلا أنا هعملها رخام مثلا وهعمل الستيل اللي فيها دين حياس مثلا وليكن ما يبقى مش عنده ما فيش عنده مشكلة فيه كلاينت تاني هيقول لي لا أنا مثلا التكلفة دي أوفر كوست عليا فأنا عايز أقل بالتكلفة شوية فممكن أشوف له باتيريالز تانية في حاجات ستانلس من دي بتبقى مطلية ما بتبقاش نحاس أصلي بتبقى مطلية وبتبقى سعرها رخيص بتديني نفس الشكل الرخام بستعيد عنه فيه ألواح خشب بنفس الشكل ده بتبقى حاجات جاهزة كابس جاهز بس بديله أنا بقى الماتيريال اللي برضو استخدامها يعني تبقى يعني تديني نفس الشكل وفي نفس الوقت ناحية العملية تبقى موجودة معايا برضو مش حاجة تبوز معايا بعد فترة لأن ده دوري كمهندس يعني لأن أنا برضو مش بوفر له بس يعني هو لو جاي قال لي مثلا هاوفر في حاجة على حساب ناحية العملية لا بنصحه وممكن في بعض الأحيان برفض أن أنا أعملها دي غرفة نوم تانية ده برضو تجليد اللي ورا السرير برضو دي حاجة مختلفة عن اللي فاتت ده تنجيد اللي هو الكابتونيه طلع ده بيدي دفق شوية للمكان مع ستايل الخشب اللي فيه ده يعني ده دي أخشاب تجليد برضو أي حماة طبيعياتي ديزاينر تعمل كامل قوضة دي طيب عشان العلاد بيسألني طيب تعمل كامل بص هي احنا بنعمل مؤيسة لكل سنتي في القوضة يعني احنا بنجيب الخشب ده بنحسيبه بالمتر وبنحسيبه تكلفته العميل بياخد مؤيسة بكل حاجة موجودة عنده في القوضة احنا قريدي خلاص موجودين الغرفة دي احنا عايزين نطبقها دلوقتي اتكلف كامل اتكلف كامل دي على حسب برضو ماتيريال الخشب اللي مستخدمه يعني ده خشب ممكن استخدمه خشب سويد والزاو إشرة ده طبعا أرخص ممكن استخدمه خشب أرو ده دي تكلفة أعلى ممكن استخدمه احكي دي استخدمه لحاجة بسيطة يعني لان في ناس هناك كتير عايزة تعمل نفس الدزين لا نعمل لهم طبعا يعني لو هنا ماشي نعملها لهم ببلاش ببلاش ماشي يا سيد حمدي اه طبعا تمام يا سيد حمدي ده طبعا ديزينج يعني هو الازاز المستخدم فيه ازاز فامي بس مبين اللي غراء شوية فطبعا ده بيرهك الناس شوية في انها تبقى منظمة منظمة دولاب بتاعها يعني مش زينا يرمي اي حاجة في اي حتى مفضل ان الشمال ده درسينج دولاب يعني ده درسينج اه مقفلينه احنا هي الدولاب في الازاز الفاميه دي ازاز عاكس فيه ناس بتحب تعملوا فاميه عاكس وفيه ناس تعملوا مرايات نوعا ما تبقينش اي حاجة من جوا اكيد ما تبقينش اي حاجة طبعا دي طبعا صفرة بمكان خد لازم طبعا تبقى قريبة من المطبخ مثلا من المكان اللي بحط فيه بجهز فيه للاكل لازم برضو تبقى انا بشوف دي مثلا صفرة 8 كراسي فيه ناس تقولي لا انا عايز صفرة 6 كراسي فيه ناس تقولي لا انا عايز صفرة 12 كرسي ده طبعا انا في مكان الصفرة انا ما بحطش تلفزيون مثلا بعمل مكان تخزين زي اللي هو في الخلفية ده بحط لايت للديكور مثلا حاجات كده ايه لو انا مثلا يعني دي كلها حاجات احنا درسينها وطبقى برضو على حسب شخصية العميل يعني برضو العميل انا لما بقعد معا مرة واثنين وبنتكلم مع بعض وبنتكلم في احتياجاته ايه بقى فهم شخصيته ايه بقى فهم الجو اللي هو ميال ليه بقى فهم هو حابب يقعد في مكان عامل ازاي ده بقى الشغل الكلاسيك بقى اللي هو الستيل ايام بقى او التدهيب والكلام ده شغل البنهات بقى او شغل الايمال اللي هو بتاع الفرش وبرضو راضت في الحوائط عشان ما حسش برضو لان انا لو حطيت الفرش الستيل ده في مكان فاضي هحس ان انا الموضوع برضو ايه يعني هيبقى فيه جاب شوية ما بين الستايل ده والستايل ده فعلشان برضو ما يبقاش الكونترست عالي قوي ما بين الفرش والحوائط بنق اللي بحاولان قلده في الحوائط شوية او في الجدرون لان الجدرون كلها خلفيات للفرنيتشر اللي بتحط يعني دي برضو غرفة نوم طب تخصوصات الشركة بتاع الحضرات اكتب مركزين على غرفة نوم تخصوصات بتاع الشركة تخصوصات الشركة والله احنا شغالين يعني احنا بنبتدي من الحفر ونبني عندنا مهندسين مدني وعندنا مهندسين عمارة طبعا وديكور وعندنا ديزينرز في المكان يعني مثلا حد عايز يعمل البيت من الاساس بنعمله من الاساس وبنشطابله حد مثلا خلاص هو المبنى قائم احنا بنروح بنحل مشاكل المكان ايه المشاكل اللي موجودة في المكان بنحلها له طبعا الحمد لله يعني برضو العميل بيقول لنا الوقت اللي هو حابب يستلم فيه في عميل بيبقى الوقت معامره مرتاح شوية ان هو مثلا ايه العميل مثلا لا فلوسه جاهزة وحابب يخلص فوقت قصير والله بنضغط برضو بالناس وبنشتغل بس في حاجات ما بنقدرش نيجي على حساب الوقت فيها حاجات بتحتاج تاخد وقتها ماتيريا لزي ما ينفعش تركب على بعضها لان هي مراحل برضو لان حاجات دي برضو لما لو استعجلنا في الفينش شوية ممكن يجي على حساب الكواليتي واحنا طبعا ما نحبش نخسر دي لان العميل في الاخر ووقعت في مكانه بينسى الوقت وبينسى الفلوس اللي دفعها ما بيفتكرش غير الكواليتي بتاع الشغل ما بيفتكرش غيرك وقال انت عملت تحديات ولسا بدأ فلازم ان انت ناشر اه طبعا فحنا بنحاول نوصل لللي احنا عايزينه من اقصر طريق يعني انا كل ما وفرت للعميل في فلوسه وفي وقته وكمجهود هو مرتاح معايا هيشتغل معايا تاني وهينصح الناس باية بصد انا بحب اوصل لده يعني قال انسان اصلا في طبيعته بيحب يوصل لكل حاجة من اقصر طريق وبيطور في كل حاجة على الاساس ده تمام يعني دلوقتي في كل المجالات بقى انت بتحب خلاص انت احنا مثلا بندرس حركة المكان اهو العميل مثلا في مكانه اللي هو عايش فيه حاليا ممكن يبقى زهق منه فعايز يغيره تمام لا احنا حتى اللي بنعمله له بنعمله حاجات لا بتعيش معاه فترة اطول ازاي ما يزهقش من المكان اللي ايه اللي زهقوا من المكان ما هو برضو في حاجات بتبقى حركته في المكان لا انا عايز اشحن الموبايل فبقوما اروح احط الموبايل مش عارف فين بقوما عشان انا خلاص قعدت على السدير وعايز اطفين نور فبقوما اروح اطفين نور منين طب انا داخل كنت في الليفنج وداخل خلاص عديت طرقة كبيرة فعايز زرجعات كل تفاصيل دي كل تفاصيلة صغيرة هو العميل العادي مش هيبقى في دماغه ده مش عارف ده اصلا بيعمل في نفسيته ايه وهو قعد في المكان لألوان نفسها اللي موجودة اللون ده هيعمل معاه ايه بعد فترة اللون ده هيعمل معاه ايه احنا كل ده دراستنا وبنتطورها وبنشوف برضو الاستيالات الجديدة بنتابع برضو طبعا الديزانرز اللي في العالم كله اكيد في ده والسعاد برا مصر للشركة الحمد لله الحمد لله عاملين شغل برا مصر والله احنا بيجلنا شغل برا مصر بس الديزاين بس شركات اصلا شغال برا الريدي بس بتبعت لنا المقاسات و احنا بنشتغلها بنقسم لهم برضو المقاسات بتاعتهم وبنشتغل لهم ديزاينات كان اخرها في اللي هي التفجرات بتاعت بيروت الاخيرة دي كان الماكن هناك كلها برضو كانت خلاص كانوا بيبنوها تاني بيعملوا بيرجعوا يبنوا الجزء ده تاني فطبعا كل تصميماتهم يعني مش كلها معظمها يعني بتطلع من مصر الحمد لله في مكاتب في مصر كتير كويسة بيجلش تغلوهم الشغل ده والحمد لله احنا جزء من الناس دي فالحمد لله الماتيرينا كويس والماتيريا الكويس واسعبنا كويسة الحمد لله هم بقافة بنعملهم اللي هم عايزينه والحمد لله يعني الدنيا ماشية في الاتجاه ده وبرضو هنا في مصر احنا بنحاول نرفع من الزوء العام برضو لان ده ده دورنا ان احنا بنرفع من كل ما الناس شافت ممكن الناس خلاص هي مقفولة على ده ما شافتش غيره لا كل ما بنوريهم ده تصميماتنا دي والحاجات دي بنوريها لهم قدامهم لا وتكلفتها مش اللي انتوا فاهمينه حضرتك قلتلي بالنسبة البرنامج هتعمل مفادرة خصم 50% لأي حد تصم من خلال البرنامج عايز حضرتك تقولها توجه للناس ونفتلك والله احنا تحت امرو يعني طبعا احنا عاملين خصم 50% لأي حد ان شاء الله هيشتغل معنا الفترة دي بإذن الله نورتني وشرفتني واسعدتني وكترتني انا مبسوط جدا ان انا كنت معاك لنهاردة ومبسوط بوجودي هنا ان شاء الله ربنا خلاله هتواجه اخر الكلمة ولا الحمد لله والله انا بشكرك بقى وبشكر الناس ويا ربنا نكون اضيوف خفافة عليهم الحمد لله اوكي تمام طب دلوقتي خلاص خلصت حلقتنا وكونوا نوصلنا لنهاية حلقتنا شرفتوني نورتوني ويا رب تكون قد السكة الى اللقاء نورتوني ويا رب مرتب شكرا